ممكن نحن نبقى في الأجواء الفنية مع رأفة وعندنا خبرية عن فادي أندرويس اللي هو يرجع للأضواء ولكن يمكن مو بعمل فني يهلا وسهلا فيك صباح الخير يا صارة وصباح الخير يا هاني طبعاً مثل ما بنعرف فادي أندرويس كانت بدايته بأحد برامج المواهب في العالم العربي انطلق من 2007 بدأ ينشر أغانية السنجلز ولكن الغريب أنه خلال مسيرته الفنية نشر فقط أو أطلق فقط سبع أغاني سنجلز على الأدب وكان فناني ذات شعبية كبيرة في العالم الفني كان آخ الطابع الروك العربي وهو مختص بالروك ولكن فجأة بعد 2014 اختفى فادي أندرويس بشكل تام عن جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن الساحة الفنية واعتبروا الناس أنه فادي أندرويس كانت مجرد حالة وانتهت ولكن اليوم فادي أندرويس يعود ولكن ليس بعمل فني وإنما بفيديو شرح معاناته خلال الأربع سنين اللي فاتت وشو اللي وصل لهون خالي نسمع فادي أندرويس سوف نشوف ستوريس أنه أنا تاي بوكسنج بلاير مشان فرجل دي بيرفكت فيزيك اضطريت أن أعمل سايكل كثير أخذت إنجاكشنز كثير أخذت حبوب ما في إنسان في عقل كان يمكن بيخدوهم أو بيعملون بعد كم سنة بتعرف أنه أوبس I did wrong مين وزي كارديوفاسكولر سرجوري هي ريبليسمنت أوف دي أورتا يعني الناس بعرفة قلب مفتوح بعد الـ operation صرت أتذكر شو كنت كيف بتمرن وكيف I'm like an animal in training وهلأ مش قادر أمشي في هاشختان ومش قادر شيل 1 كيلو هذا الشيء نفسياً سوف تحاول 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 تحاولك بس أم أم بريكابل من بعض هذا الفيديو فيبدو أنه في تحضير لأعمال فنية جديدة فكل التوفيق لأله طبعا تحية كبيرة الفادي صراحة يحتاج منه جرأ كبير أنه يطلع بالموضوع بكل صراحة ولكنه فعلا يستغل الموضوع عشان ينقل المسج والرسالة الإيجابية لكل الشباب يمكن إحنا دحين بالصغير في السوشيال ميديا من التصوير اللي احنا بنشوفه صار عندنا هوس اللوك المثالي كان من الوجه من الشعر من الجسم فيمكن هذا بيؤدي بعض الناس أنه هما نعمل لنا بوز ونبدأ احنا فعلا نتقبل نفسنا وستطلع الكارزمة الحقيقية فعلا الكارزمة الحقيقية ونتمنى إن شاء الله التوفيق ونقول الحمد لله على السلام كمان فادي أندروس مش فقط فنان وإنما أيضا ممثل وهنا أحكي عن الأفلام الأسبوع الماضي في بيروت أطلق فيلم بعنوان خبصة للمخرج شادي حنة موضوع الفيلم هيكي شوية طابع كوميدي والتمثيل كوميدي ولكن يتناول قضية اجتماعية كبيرة وهي قضية الزواج ولكن عدم قدرة الطرفين على الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية فخليني نسمع هكي مقطع من الإطلاق خبصة زواج خبصة زواج طبيعي لنك شفت لأنه عمني جامعة صغيرة شو المناسبة؟ سيلفي هو الرجالي رح تجوز كيف؟ سيلفي هو العريس كيف عكي؟ فارسي هاي لزيز لايت مهدوم والكاس تطير صح وما حدا منهم متصنع يعني كل العالم عم تعطي قد ما لازم تعطي هيدا كمان أكيد بيجع الفضل لشادي وللكاست الموجود بمهاروتون وهو كيف بيدير المثل الفيل في كل المعطيات للعالم تحبوه لأنه حقيقة بضحك كتير تمثيل فوق الرائع الكاركترز اللي عم بيمثلوا فوق الرائعين مش مش بس كترة الإنتاج يعني دليل عافية للسينما اللبنانية يقولوا لك إنه إيه لازم نظل نعمل فلومي مش بالكمية لازم بالنوعية بس نفس الوقت ما في ظنة طورته بده ولد عم تما شفنا هيك بعض الأحداث الطريفة من الفيلم وخلينا خبركم إنه الفيلم وصل إلى مهرجان بروكسل الدولي للسينما طبعا فكلها توفيق للفيلم بيدور العرض طبعا وبين المهرجانات اللي عم بيفتل فيها ولها فريق العمل طبعا وحلو أنك تشوف خبصة الزواج بطريقة كوميدية شوية أكيد طبعا خبريه الأساسية اليوم واللي جاي أحكي فيها هي ذكرى ميلاد فيروز الثالث والثمانين طبعا نحن بنعرف عيد استقلال لبنان هو اليوم ويوافق قبله بيوم ذكرى ميلاد فيروز فكتير بعتبروا أنه الاستقلال استقلال فيروز وعيد ميلادها لما قدمت فننا للبنان فبدنا نقل له من فريق صباح خيري عرب ومن أم بي سي كل عام وأنت كل الفن يا أسطورتنا فيروز طبعا فيروز كلنا متحدث عننا كفناني وكأسطورة ولكن فيروز أيضا إنساني هي أم وهي زوجي ولأول مرة رح نسمع يعني شي أنا حضرته بصوت فيروز ولكن مش فنن إنما فيروز الإنساني نها تحدد خلين نسمعه كان غرشك للزيتون كان غرشك للصابون أنا بنت هالمرحلة الآسية صباح ومساء شغلنا هو حياتنا ليلة نهار يعني كنت عايشة حياتي بفني أكتر لما نظهر على الحياة حس أنه غلط يعني جعله يمكن كان لازم يصير لا يسمح له الفن أنه ينعيش إذا بنا نقول 24 ساعة على 24 يعني بعدك على بالي كل خطوة مشيت عليها جديدة بالنسبة للغنية كنت خايفة أنا أعملها لأنه ما كان أحس أني ما رح أنجح فيها يا سنيني اللي رح ترجعيني رجعيني شمر رجعيني فيروز جارة الأمر أنت سنينك هترجعلك مع كل صباح ونكتب اسمك كل يوم على الحور العتيق وإذا أمي نامت عبكير بعدك على بالي العمر بيمضى أهو دا اللي صار وبعده بصير لكن كلنا منحبك ما منعرف لي الله كلمات حلوة يا رافت صراحة والتقرير كمان حلو يعطيك العافية فعلا يمكن إحنا أمس باركنا بعيدها وقلنا لها كل عام وهي بصحة وداما إحنا نفتكرها بفنها القدير اللي ما يتنسى أكيد شكرا لك يا رافت شكرا لك أنا معك الأسبوع القادم وتحياتنا لسيدة فيروز وانتمنى لها طولة العمر يا رب